موسيقى سينداي للحد من مخاطر الكوارث والذي عقد يومي الثامن عشر والتاسع عشر من مايو الجاري بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وخلال الاجتماع ألقى السفير الشيخ عبدالله بن راشد كلمة مملكة البحرين والتي أكد في مستهلها أن البحرين وبفضل التوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وجهود الحكوم والمقرة برئاسة صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تواصل العمل على تحقيق تطلعاتها التنموية المشهودة من خلال وضع استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث متماشية مع إطار السينداي وآلية تحليل المخاطر وإدارتها حسب الإجراءات المعتمدة من الأمم المتحدة وعرب السفير عن خالص الشكر والتقدير للجهود المقلصة التي تقوم بها الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة لتعزيز التعاون الدولي لصالح كافة الشعوب العالم وأشار إلى أن مملكة البحرين وتجاوبا مع جهود المنظمة الدولية في إنشاء إطار السينداي للحد من مخاطر الكوارث أنشأت مجلس الدفاع المدني ويتولى الإشراف على وضع السياسات التي تضمن الاستجابة الفعالة عند وقوع الكوارث أو حالات الطوارق وتابع أنه تم إدراج 78% من تلك الأهداف برنامج عمل الحكومة والتكليف الوزارات والجهات المختصة بالعمل على إدراجها في خططها وبرامجها المختلفة وأضف السفير أن كافة القطاعات الحكومية في المملكة شاركت بوضع الخطط الوقائية اللازمة وإجراء التمارين الوطنية المشتركة بشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لافتاً إلا أنه جار العمل على إنشاء منصة وطنية لنشر الوعي وترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية للحد من مخاطر الطوارئ والكوارث وجاء في كلمة مملكة البحرين أن تحقيق أهداف إطار سنداي يتطلب جهداً جماعياً والتزاماً دولياً بالشراكة والتعاون وفي هذا الصدد دعت البحرين إلى إنشاء منظومة طوارئ دولية فاعلة كما تضمنت الكلمة الإشارة إلى أهمية إنشاء هيئات أو مراكز وطنية تشرف على تحقيق أهداف إطار سنداي وكذلك إنشاء مكتب أقليمية للعمل على وضع الآليات المطلوبة للمتابعة والتنسيق والتدريب لدعم البلدان النامية الأكثر احتياجاً للمساعدة